اشتركوا في القناة فمثل ما نعلم اعزائي مجالنا الجغرافي الذي نعيش فيه سواء كان قرية او مدينة فهو يعاني من مجموعة من المشاكل كالتلوث بمختلف انواعه زحف المباني والمصانع تراجع الغطاء الغابوي الجفاف التصحر وغيرها وعليه ففي حصتنا اليوم سنتعلم كيفية رصد هذه المشاكل والبحث عن اسبابها ثم سنتدرب على اقتراح حلول لتجاوزها او التقليل من حدتها على الاقل اشتركوا في القناة 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 كنتم مع مجموعة من المشاكل التي اصبح يعانيها مجالنا الجغرافي والسؤال كيف ندرس هذا النوع من المشاكل ونساهم في حلها اذا اول خطوة في هذه الدراسة هي تحديد نوع المشكل مثلا ما سنشغل عليه في هذه الحصة هو مشكل تظهور البيئة والبيئة اعزائي هي الوسط الذي يعيش فيه الانسان اذا نلاحظ هذه الصورة الاولى السؤال ما هي العناصر الاساسية التي تشكل البيئة وكما ترون في الصورة عناصر البيئة تنقسم الى قسمين اما عناصر طبيعية كالهواء الماء الأرض او عناصر بشرية وتسمى منشآت بشرية بمعنى قام الانسان بانشائها وهو الذي تدخل في وجودها والان بعد تعرفنا عناصر البيئة نأتي لنفهم ما معنى بيئة متدهورة اذا امامنا المشهد الاول على اليمين والتاني على اليسار اذا هنا نفحص هذه المشاهد لنلمس بعد مظاهر البيئة السليمة والبيئة المتدهورة مع احترام هذه المعايير حسن الاستغلال النظافة والجمال ممتاز احسنتم فالبيئة على اليسار هي سليمة الطبيعة والمنشآت بينما البيئة على اليمين هي تعاني من تظهر الطبيعة والمنشآت اذ يظهر ذلك جليا في تلوث مياه البحار بالنفايات وتراكم المتلاشيات في الازقة ناهيك عن الاحياء العشوائية التي تفقد المدينة جمالها اما الآن فسنحاول البحث وراء اسباب هذا التظهور نعرف ان للصناعة فوائد اقتصادية واجتماعية لكنها قد تلوث البيئة ما هو العنصر الملوث حسب هذه الصورة؟ ابحث عن اثر هذا التلوث على صحة الانسان وعلى باقي عناصر الطبيعة كنبات، تربة، وعلى انشطة اقتصادية اخرى مثل السياحة لا اعزائي كما لاحظتم في الصورة فالعنصر الملوث هو الهواء وتلوث الهواء له اثر سيء على صحة الانسان فلا قدر الله الاصابة بامراض كثيرة كالقلب والرئى وغيرها كما يؤدي الى تغير المناخ واستنزاف العناصر الغذائية الموجودة في التربة والمجاري المائية كما انه يلحق الضرر بالغابات والمحاصيل ويؤدي ايضا لتراجع السياحة فعندما يفقد المجال الجغرافي مميزاته الطبيعية لا تبقى له جاذبية لجلب الزوار اليه تعرفنا الان ان الصناعة هي من بين اسباب تظهور البيئة ننتقل لنكتشف سببا اخر نمالس احيانا تصرفات غير سليمة في القطاع الفلاحي فيكون لها تأثير سلبي على البيئة ابين ذلك من خلال الصورتين اثنان وثلاثة ان الصورة اثنان فهي تعبر عن الافراط في الرعي والافراط في الرعي له تأثير سلبي على البيئة لانه يحدث خللا بالتوازن الطبيعي اتتعرض النباتات الموجودة في الطبيعة للرعي المكتف الشديد لفترات طويلة من الزمن مما يؤدي لتراجع الغطاء النباتي الطبيعي وتصبح لدينا اراضي قاحلة وهذا ما نسميه بظاهرة التصحر وبعد ذلك هل ستجد الحيوانات ما تقتات عليه من نباتات للأسف لن تجد غداء لها وستموت جوعا فمن اخطار تدهور الغطاء النباتي الطبيعي هو اندثار او اختفاء العديد من الحيوانات والطيور وعزوف الطيور المهاجرة التي كانت تحتضنها الموائل الطبيعية في اراضي المراعي لاحظوا جيدا هذه الخطاطة التي من خلالها سنجيب عن بعض الاسئلة كيف يؤدي تدهور كل عنصر بيئي الى تدهور عنصر اخر والسؤال الثاني كيف يكون الانسان في نفس الوقت سببا في تدهور البيئة ومتضررا بذلك التدهور كما تعرفنا اعزائي الرعي الجائر الحرائق الاستغلال المفرد كلها تصرفات تؤدي لإطلاف الغابة ثم التصحر وبالتالي هلاك او موت الماشية وبهذا تتقلص موارد الفلاحة مما يدفع الانسان الى الهجرة نحو المدينة لماذا؟ للبحث عن فرص شغل لكن لضعف امكانياته المادية يلجأ للسكن بدور الصفيح وهكذا تتكون الاحياء العشوائية التي تفقد المدينة نظامها وجمالها اذا اعزائي كما لاحظنا فالمسؤول عن هذا التدهور هو الانسان والمتضرر الاكبر ايضا هو الانسان شاهدوا معي ايضا الصورة رقم اربعة اذا هذه النفايات قرب السكن من وضعها؟ الانسان ففي حياتنا اليومية نقوم بتصرفات كثيرة تساهم في تدهور البيئة كمثلا استعمالنا اليومي والمكتف لوسائل النقل من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات نارية فلا بأس اذا خفضنا شيئا ما من وثيرة استعمالنا لهذه الوسائل وبهذا نمر للمحور الاخير اقترح حلولا للمشكل اقترح مثلا خطة للتوعية بضرورة حماية البيئة فكيف ساقوم بذلك؟ اولا اشكل مع زملاء فريق عمل لن اشتغل وحني بل نشتغل داخل فريق ثم نحدد المجال البيئي موضوع التوعية مثلا حماية طروتنا المائية بعدها اذا سنذهب لكي نعمق معلوماتنا نجمع معلومات ونستشير اهل الخبرة اذا هنا من هم اهل الخبرة هم مثلا المكتب الوطني للماء وبعد الحصول على المعلومات الكافية سنفكر في عمل اعلامي لتوعية الافراد بضرورة حماية الثروة المائية كما يمكن الاشتغال على نطاق اوسع من ذلك بالانخراط في حملات وطنية للتوعية ولم لا تنظيم زيارات لمحطات معالجة الماء بصفة دورية وستبقى خطوتنا الاخيرة هي عرض هذا المشروع التوعوي على الجماعة المحلية التي ننتمي اليها قصد الصهر على تنفيذه كما تعرفنا فقد اصبح تدهور البيئة من المشاكل الكبرى التي يعاني منها المجال الارضي سواء كان ريفيا او حضريا ويجمل هذا التدهور عناصر الطبيعة الارض الماء والهواء ومقر عيش السكان المدينة القرية المنزل وغير ذلك وللانسان مساهمة كبرى في هذا التدهور من خلال منشآته الصناعية الفلاحية التجارية السكنية وغيرها وبعض تصرفاته اليومية وهو يعتبر في نفس الوقت اكبر المتضررين من هذا التدهور لذلك فهو يحاول الحد منه عن طريق التوعية وختاما اقترح عليكم هذا النشاط التقويمي تلوث البحار يسبب تلوث الشواطئ اذكر نتيجة سلبية او اكتر لهذا النوع من التلوث على الاستياف والسياحة الشاطئية ثم ابحث عن سبب او اكتر لتلوث مياه البحر واقترح حلولا لها شكرا شكرا شكرا